تفيض حنين دروب الحياة ويشريق فيها شعاع الأمل وفي رحلات العمري ألف اعتبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح النشاط صباح الخيوية زي مطلبت منها بيات تنظيف فانت صراحة في غرفة الأطفال وأنا بعمل فيها من عرضة تغيير لأني أيضا لما نقلت الأوضة جبتها هنا للمتابعني كنت عملت جولة فهنا قلت الأطفال المهم ان كان في هنا الدولاب الدولاب كان على الجنب ده هتا لسه فيه هنا وراء تراب ما كان وراء الدولاب لسه فيه تراب زي ما هو على الحيطة لسه طبعا هنضافه والكلام ده كله الدولاب كان محطوط هنا والسرارين هتا نجايبهم على جنب فانا بصراحة متضايقة من تنظيم الأوضة كده فانا عايزة اغيرها دولاب كل اللي عمالته دلوقتي هنعمل زقائية الدولاب زققنا في دولاب ده هجبنا في الجنب ده الجنب ده اللي كان مكانه هنا تسريحة زققني جبنا مع الدولاب زي ما هو كده ما فكيتش ولا عملت حاجة انا وزوجي ربنا يدي الصحة زقنا كده بالبطاطين yang عليه بالهدوم اللي فيه جميع حاجة زققنا كده واجبناه على الجنب ده دلوقتي هنضاف الحيط ده الجنب وهنظم السرارين ازاي وهفصل بينهم واخلي فيه واسع وهو اعرض لكم برضو في الاول القودة كتشكلها عاملة زي الاول لما كان الدولاب هنا عشان ما اتبهوش مني. دي الحيطة اللي ورا الدولاب انا جبت الفرشة النعمة كده ونزلت الاتريبة الموجودة الاول على الحيطة. بعد كده طبعا مكان ركنة الدولاب في بقعة او لحمسة نشفة. زي ما انتم شايفين كده طبعا دي لازم تتغسل معايا. اه انا جبت هنا عند طبقة وحطيت فيه شوية مية وحطيت شوية سابون موعين وديتول. فقط لا غير. ومعي سبونشة وهبتدي كده انا اخسل معايا الحيطة واجيب معايا فوطة وهنشف على طول. عشان ما بهدلش الدنيا عشان هو الجنب ده بس اللي هخسله معايا. هخسل كده ونشف على طول بفوطة اه مبلولة ومعصورة جامعة. خلاص كده انا خلصت الجنب غسلته ونشفته كده بلفوطة معايا. كده الجنب كله تمام خلاص من فولة تعالي. دلوقتي خلاص الجنب ده كده تمام الحيطة اتغسلت وتمسحت ومكان آآ الارضية دي كمان اتمسحت. دلوقتي بقى هبدأ ان انا ازوق السرير اجيبه للجنب ده. آآ انا جبت كده خلاص السرير عالجنب ده اللي هو كان مكانه هنا الدولاب. اللي هاتو شايفينه السرير التاني في الجنب ده. كده في فاصل بينهم او وسع. مسحت. هنشفها بقى كويس. وهفرشها بقى. هفرش الارضين. كده خلاص. انا خلصت ارتيب الاوضة. هنا كده اول حاجة دي ده خلت الباب. دي داخلت الباب خلت السريرين زي آآ ما قلتلكم كده جنب الحيط. لازقين يعني جنب الحيط وفي وسع جامد بينهم. آآ انا هنا استغنيت عن التسريحة طلعتها بقى بره مش مشكلة. انا كنت احطي هنا في النص يعني آآ مكان الكومودينو كده بس كده. دي المكان حاجة بسيطة وبعدين الازاز بتاعها هيقفل الشباك. فمش مشكلة عندي انا حطتها برضو هناك في الطرقة يعني مكانها كويس ولقيت لها مكان. وهوريكو برضو مكان التسريح انا حطتها بره آآ برضو فيك. وبالنسبة للتسريحة كده هنا الترقة عندي المدخل لغرفة النوم. انا حطتها هنا وفي وسع يعني لقيت لها مكان ومزبوطة والحمد الله. وكده اداني واسع اكتر انا كده مرتاحة اكتر يعني انا مرتاحة كده نفسيا لتغيير الاوضاء. زي ما يكون بقى. والكومودينو كده بينهم وخلاص والدولاب حطته هنا. برضو واحد واسع وفي وسع في المدخل والباب البلكونة بتفتح عادي مفيش اي مشاكل. هنا وسع اهو في الاول. اهم حاجة اداني كده وسع بين السرارين وفي وفي راحة. والدولاب هنا كده مكانه عشرة على عشرة ووسع قدامه كمان ما بينه وبين السراري. يعني ما فيش اي مشاكل. والوضة كده تساعد معي احسن واكتر. وكده تمام والحمد لله على كده. عيبة تغييرات تانية هعملها. على فكرة انا الفكرة دي كنت عايزها دولاب هنا منيجي. على الحطة دي مكان التسريحة. حتى في واحدة من المتابعين قالتلي كده لما يوم ما شافت الاوضة بجد. انا مشكركم كده معفركم الجميلة. فخلتني اتشجعت ان انا عملت الفكرة دي. قلت انا هزق بقى الدولاب واجيبه هنا وزي ما تيجي. بس الحمد لله خلاص انا كده اه كويس ومرتح نفسيا. وغيرت حاجة مكان حاجة. وزقيت حاجة كده مكان حاجة. زي ما انتم عارفيني مجنون التغيير. اه بتبال ما اكون بقى افضتكو. لو في اي حد عايز يغير حاجة ما يترددشي. وبدل حاجة مش تخسري اي حاجة. والحاجة اللي تريحك هي اللي اتبيها. اه بشكركم على حاصل المتابعة. الى الفيديو بديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة